سلام عليكم ازاي ايوكو يا حبيب قلبي عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال فيديو النهاردة يكون فيديو حلو جدا جدا فيديو النهاردة قد يكون يعجبك كده في العيد ودكورات العيد وحاجات العيد اللي احنا كلنا بنبقى حابين نحط دكورات حلوة واشكال حلوة كده ان شاء الله تعجبك يا غليم بس قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا بتنسوش دعمكم ليا باللايك دعمكم ليا ده هو اللي بيخليني اجيبلكو فيديوهات احسن من اللي قبلها عشان بحس ان الفيديو عجبكم فعشان ما تنسيش اللايك حط بقى اللايك اهو انا شايفاك دلوقتي حط اللايك وكمل فيديو الاخر فيديو النهاردة بجد حلو جدا والله من اول دقيقة الاخر دقيقة في تفاصيل حلوة جدا جدا هتعجبكم كمان لو انت اول مرة بتشوفوا القناة عندي من خلال الفيديو ده طبعا يسعيدني وجودك معايا غالية وتنور عيلتي الكبيرة وتكوني اخت من اخواتنا طبعا ده يكون شرف على دماغي انك تشترك في القناة وفعلي زرار الجرس اهم حاجة على الكل بعد ما تشتركي عشان يوصل لك كل جديد مني كل ما نزل فيديوهاتي واشعاراتي تجيلك ان شاء الله وتكوني اول واحدة بتتفرج على الفيديو زي اخواتنا الغاليين اللي معاينا عايز اقول لكم السيدة اللي معينا النهاردة هتكون سيدة اجنبية هنشوف كده بقى تنظيمها وترتبها هيكون عامل ازاي ودكوراتها هتكون عامل ازاي وكمان تغييرها هيكون عامل ازاي كمان فيديو النهاردة هكون فيديو فيه حاجات حلوة جدا لي كمان الصفرة لو انت بتحب تنظامي صفرتك او حبة ديكورات تكون حلوة ومسو مش عايز احرق لكم الفيديو كملوه ان شاء الله هيعجبكو اول حاجة زي ما انتو شايفين السيدة بدأت معانا هنا استغلال المساحات الدايئة يعني لو في عندك مساحة صغيرة او مساحة فاضية ومش عارفة تحط فيها اي هي زي ما انتو شايفين حطت فوزة وحطت كمان شازلونج بسيط مش كبير ولكن هي شغلة المكان ممكن تستبدليه بكنسول لو انت حبة ان كنت تحط فيه كنسول ممكن تستبدليه بترابيزة صغيرة وهتكوني برضو جددتي او اعملتي الفراغ اللي بيكون في المكان ده وطبعا هنا ده الريسيبشن بتاعها هتشوفوا باقي الشقة عندها هنبتدي هنا دلوقت بغرفة الخزانة او الخزين هنا هي كانت بتحب تعمل كل التفاصيل في قلب بيتها زي ما انتو عارفين كل سيدات الاجانب او السيدات اللي بيكونوا من خارج بره بيحبوا ان هم يعملوا كل حاجة باديهم هم وزي ما انتو شايفين عملت كده القرفف دي بالخشب وبعد كده دهنتها وبعد كده حطت فيها الخزانة بتاعت البيت بص هي غرفة بسيطة مش مليانة كتير يعني مش مليانة حاجات كتير اللي هو قرفف كتير وحاجات كتيرة زي ما بنشوف بعض سيدات التانية ولكن في الاول في الاخر يعني رجع لإيه للتنظيم الحلو اللي انتو شايفينه ده طيب هنيكي هنا بقى كمان للتويلت عندها والتويلت هنا ده كان بتتكلم على الفوطة ازاي انك انت تلف الفوطة باللفة الحلوة اللي انتو شفتوها كده علشان يكون معايكو الفوطة تكون حلوة او البشكير يعني يكون حلو او يكون لفته حلوة في قلب التويلت او في الغرفة اللي هي بتاعت الغسيل طبعا هي هنا كانت بتحطها في غرفة الغسيل وهتشوفوا دلوقتي تجديدها الغرفة الغسيل هيكون عبارة عن ايه شايفين هو في الاخر كده بتفضل حتة من الفوطة بسيطة بتحطها في الجنب عشان فوطة تكون معمولة معايكو زي الرول كده ويكون شكلها حلو تقدر يبقى انت كمان تعملي البوكسات دي في قلب البيت من يعني ممكن تجيبيها كده جاهزة وتقدر اني كانت تجيبيها عارفين الخيط اللي هو مش عارفها اسمه ايه والله لو افتكرت في الفيديو دلوقتي هقول لكم وتقدر من من طبق بلاستك عندك تلفية عليه وهيديك نفس البوكس ده بالضبط شايفين ده بقى غرفة الغسيل عندها بعد التغيير او بعد تجديد حطت بس شازلونج او حطت كده زي نظام مكان اللي هو يكون يعني تعرف ان هي ممكن تعد فيه وهي بتعمل اي حاجة جوا في الغرفة استغلتها يعني هنيجي هنا ليه الطويلت وزي ما انتم شايفين كانت بتعمل نظام اللي هو المريات الصغيرة وهي اللي بتكسرها وهي اللي بتعملها طبعا دوت عندها جهاز اللي هو بيكسر الازاز او المريات وده هتشوفو دلوقتي في الفيديو وهي بتجدد فيه المطبخ عنده وبعد طبعا معاملة كل ده لازم طبعا كحاجة جديدة يعني بنظم في الطويلت والتراتب فيه زي ما انتم شفتوه الترتيب الحلو ده علشان يكون الشكل العام يكون شكله حلو هنيجي هنا ليه الريسيبشن عندها وعايز اقول لكم هي كانت غيرت فيه شوية حاجات ولو يعني حاجات بسيطة كانت شالت الانتريق اصلا وجابت الانتريق اللي هو باللون الوفويت وحطت الترابيزة باللون الجولد لانه انتم عارفين اصلا تريند يعني التريند اللي طالع دلوقتي تريند الجولد وكمان الوفويت بعد كده هنا بقى هنخش على غرفة النوم بتاعتها وغرفة النوم بتاعتها من نوع اللي هي السرير اللي هو الاستلس او الاستيل طبعا مش كل استعداد بتعمل كده او مش كلنا بنعمل كده ولكن عايز اقول لكم هو شكله حلو جدا وحسيت ان هو مختلف عن باقي الغرف تحس ان هو فيه رونك تاني كده عن الغرف التانية وفي نفس الوقت فعلا شيكت وقلقته حلوة جدا جدا وبعد كده بقى هنيجي لغرفة الغرفة الدريسنج زي ما انتم شايفين ده طبعا كان تصميمها وابتدت هي اللي تصممها او تركبها وكمان النجفة بتاعتها النجفة بتاعتها يعني شدت انتباقي كده حاستها ان هي مختلفة عن باقي النجف اللي احنا بنشوفه وبعد كده ابتدت واحدة واحدة بقى ترتب او تنظم في الغرفة زي ما انتم شايفين بالشكل دوت طبعا البرفانات والحاجات بتاعتها وده هتشوفوه دلوقتي او هتشوفو كل تفاصيله دلوقتي معايا في قلبي الفيديو اكيد انا قلتلكو قبل كده برضو على المنظمات اللي هي نقدر ان احنا نجيبها منين اللي هي الاكليرك او اي منظم احنا شفناه قبل كده في اي فيديو عارفنا خلاص المواقع بتاعته علشان كلنا بنسأل واتسألت كتير قوي اجيب المنظمات دي منين علشان ابتدي ان انا انظم بيدي شايفين قد ايه بقى الغرفة بصو هي غرفة الدريسنج حلوة جدا ولكن مش كلنا بيكون عندنا الغرفة دي او مش كلنا نقدر ان احنا نعمل الغرفة دي ولكن لو انت عندك دولاب الدريب طبعا يعني عايز اقول لك هو 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 نفس الدريسنج بزة ولكن تقدر ان كنت تنظميه وتعمليه منظم ومهندم زي ما انتو شايفين بالشكل ده هنيجي كمان للتسريحة والتسريحة تقدر انك انت تنظمي فيها التنظيمات بتاعتك وحاجاتك كلها زي ما انتو شايفين بالشكل دوت تقدر تكوني منظمة وتكوني مهندمة مش شرط ابدا ان انت يكون عندك مثلا دريسنج علشان تكوني منظمة التنظيم ده احنا بناخد بس منه افكار ولكن فيه واحدة ممكن تقولي انا حالتي ما تسمعش ان انا اعمل الحاجات دي والسيدات دي بيكون سيدات اغنية وبيكون معاهم فبالتالي ان هم بيعملوا الحاجات دي انا عارفة والله كلنا ظروفنا من ظروف يعني ظروفنا ظروف واحدة فربنا يا ربي فكه علينا جميعا يا رب واكتب لنا الخير والتوفيق من عنده ولكن تقدر تعملي ولو بابسط الامور ابسط الامور اللي ترايحك انت طبعا الغرفة اللي هي كان فيها لون التركواز كان بتاعت ابنها وهنا الغرفة اللي هي بتاعت بانوتتا وهي عاملالها كده مكتب او هي الغرفة كبيرة ولكن حطالها زي نظام مكان كده اللي هي تلعب فيه وقدامه على طول هتشوفوا استراب بتاعتها كمان وهي طبعا بما ان هي بنوتا فهي عاملها لها يونيكورن علشان خاطر البنات انتو عارفين بقى لعب البنات واشكال البنات بتكون حبة ايه حلو جدا برضو ان احنا نكون منظامين في حياتنا ويكون كمان نعلم ابنائنا او اولادنا النظام والحياة الحلوة بحيث ان هما ينطقبوا يعني يطلعوا فيهم الخصلة دي ان هما يكونوا حد منظم وحط نضيفه فهميني هنيجي هنا بقى للمطبخ عندها وزي ما قلتلكو نفس الازاز او نفس الستايل اللي هي كانت بتكسره وي بتحطه كده في الطايلت هتبتدي ان هي تحطه في المطبخ كمان طبعا ده بديل السيراميك او بديل الرخام اللي احنا شفناه اكتر من مرة وشفناه كتير مع بعض طبعا هي هنا بعد ما عملته هتبتدي بقى ان هي تنظم حاجاتها وتنظم حياتها في قلب المطبخ زي اي سيدة بتحب التنظيم وبتحب الترتيب عايز اتقالكو كمان الفيديو اللي فات الفيديو اللي قابله السيدة كانت فعلتني اجيب منين الجرات او الكندي جار علشان خاطر تبدأ ان هي تحط فيه الحاجة بتاعتها اللي هي حباء وقالتلي كمان نفسي او اجيبه على العيد بصي يا حبيب تقالي هتقدر انك انت تجيبيه من على اي موقع لو انت من مصر هنا تقدر تكتبي جرات او كاندي جار على الفيسبوك هتتلاقي كزا جروب طلعلت بيبيعه تقدر تتواصلي مع اي حادي منهم والجيبيه онلاين طيب لو ملاقيتش كده ممكن تخشي على موقع اماؤون و اكتبيه في السرشي بتاع امازون كمان يعني تنزل قبلي كشهر عندك على الموبايل وبعد كده تكتبي في السرشي بتاعه اي 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 او كاندي جار اكتبيه كاندي جار هتلاقيه طلعلك الكندي جار وبالاسعار بتاعته هتتقدر ينسبتين انك انت تتواصلي معايه ويجي بيهم ومشارط ان كنت تكوني من ناصر لأ ممكن تكوني من خارج بره برضو تعملي نفس اللي انا بقولك عليه كده بالظبط هيجيل بص هنا في المطبخ بتاعها دي الفكرة بتاعت المطبخ لما بتكون بتقدم السفرة حبيت ان انا اورها لكم لو حد بسيط يعني او انت او الاولاد وكده بتقدر انك انت تعملوا لهم سفرة بسيط طبعا هي الطابلو ده كانت حطوه جنب المطبخ بما ان هي كانت بتنظم في المطبخ او بترتب في المطبخ زي ما انتم شايفين وده طبعا الريسبشن بعد التجديد زي ما انا ما وردت لكم دلوقتي اه وزي ما قلت لكم ان هي بتحب التجديد وبتحب التغيير فطبعا هي سعيد بتشيل الشازلونج ده بتحطه مكان ده وهكذا او تشيل الكانبة تحطها مكان ده وهكذا هنا طبعا الغرفة اللي هي بتاعت بتبقى بتاعت الريسبشن اصلا وده بيكون مكان فيه الشقة عندهم او مكان فيه الفيلا عندهم بيكون مكان صغير يعني خالص فبيستغلوا وبيعملوا زي ما انتم شايفين باب كده وعملونه خزانة بتقدر ان هي تحط فيها كل حاجاتها اللي هي بتستخدمها ممكن ليه التويلت ممكن ليه الكوشنز اللي هو بتاع الانتاري او بتاع الصالون هنيجي هنا للمكتب وهنا كانت حطة زي نظام مكتبة كده بسيطة وابتدت ان هي تحط عليها دكرات عايز اقولكم ان المكتبة دي نازلة رند دلوقتي يعني انا شفتها في اكتر من نحل بيبيعوا الحاجات اللي هي الترابيزات اللي هي اللي استلس فلاقيتها كتير قوي عنده هنيجي هنا بقى في فكرة حلوة جدا هي عملتها شايفين دي زين مش فوزات ولا حاجة اللي هو مثلا اسمه ايه نسيته اللي هو بتتعلق في الحيطة ده والله نسيت اسمه ايه المهم هي حبت ان هي تعمله اباجورة هتعمله اباجورة ازاي جابت له اتنين شابوه وبعد كده جابت له اللمض اللي هي الليد اللي بتشتغل بالرموت او بتتشحن ويلة زيتها فيه وعميتها اباجورة تقدر ان هي تطفي النور الانوار كلها وتشغلوه وتديلها شكل حلو كمان هنا كانت بتنظم الصفرة تنظيم بسيط وحبيت برضو ان انا اضيف لكم حاتة الصفرة دي علشان لو انتو حابين ان كنتو تاخدوا بس منها الوان تاخدوا منها افكار تقدر تحطوا ايه على ايه يعني طبق ايه على ايه اديكو شكل صفرة حلو تقدر انك تعملي كده مش شرط ان يكون عندك حد جايلك او عزومة جايلك او بتعملي عزومة او كده لا اممكن لك انت وزوجك واولادك تنظمو لهم الدنيا عزين زي ما قلتلكو قبل كده ان العين بتاكل قبل الفم فلازم ان احنا يكون عندنا ثقافات كده مختلفة وده حلو جدا ان احنا كلنا نتعلم من بعض ومش عيب ابدا ان يكون عندنا افكار ويكون عندنا حاجات تفيدنا في قلب بيتنا انت كده حاجات دي بتفيدك فين بتفيدك في بيتك انت مش لحتى غريب او لحد بعيد يعني طبعا هي هنا برضو ده عامل زي الليفينج كده وحطت فيه هي بص عجبني الالوان قوي يعني هو مدخلة فيه اللون المسترده مع اللون الاسود او اللي هنقول اللون مثلا الجلد مع اللون الاسود حسيت ان هم اشكال حلوة قوي يعني بصراحة انا حبتها وده مدخلة فيه كمان اللون الوفويت فحلو قوي قوي يعني كله كده داخل مع بعض ومشنج حلو كده عامل يعني شكل حل بس كده حباب قلبي ده كان الفيديو بتاني نهارده يا رب يكون الفيديو عجبكو يكون استعيدة لكيات معنا النهارده تكون عجبتكم اشوفكم الفيديو الجاي واسبكم في رعاية الله وحفظوا يارب تكون استمتعتم من فيديو النهارده اسبكم في رعاية الله وحفظوا ومع السلامة اشتركوا في القناة